النهاردة معانا الحياة فقرة مبسوطة بيها جدا وكلنا سعداء بيها في ستة الستات ليه؟ لأن بطلتها بطلة بجد بطلة قدرت أنها تحارب مرض خطير زي السرطان ثلاث سنين كاملة بإيه؟ بالتحدي والإيمان وكمان بالفن وخاصة المشغولات اليدوية واللي كانت يعني بتخرجها من أي حالة من حالات الألم سواء النفسي أو الجسمة دي طبعا خاصة وأنها بدأت رحلتها مع فن التطريز من زمان من ستة وعشرين سنة هنعرف حكاية الأستاذة سماح زكريا واحدة من بطلات ومحاربات مرض السرطان برحب بحضرتك معانا يعني أستاذ سماح المرض بيبقى صعب والأيام فيه بتعدي ببطء أنا عايزة أعرف الأول كده احكيلي حكايتك الفن بدأ الأول من زمان زي ما بنقول من ستة وعشرين سنة أنا أعرف طالبة بحب أشغالية دوية كروشي ومكراميات وحاجة دي بقيتها أخش وأتعلم حد أشوف حد عايز بيعمل حاجة أعملها زيه أوكي وبعد كده طورت معايا بقيتها أعلم في مساجد أو جمعيات طبع شؤون واستمرت في الحكاية دي أوكي دي كانت البداية البداية بس كهواية ولا كمان كنت بتعملي حاجات كمصدر دخل كانت بنعمل معارض ديارنا زي الأسر المنتجة وديارنا أه ديارنا كنت بعرض في معارض ديارنا أوكي من زمان كنت بعرض في معارض ديارنا أوكي وباخد منتجات البنات كمان اللي أنا بدربها بعرضها معانا بإذن الله برضو في معارض ديارنا جميل فاتت السنين وهويتك معاكي وبتعرضي حكتك وفجأة جي المر أه احكيلي بأقص عرفت إن أنا مريضة الحمد لله تتقبلت الموضوع وتعليقت وخدت كيماوي وشعاع وحاجات دي بس بيجي وقت بقى إيه أنا أنا ما في السرير مش قادر أقوم أعمل حاجة مخنوقة عارفة طب أعمل إيه بقيت أمسك الخيط وأشتغل وإنتي قاعدة في السريرك وأقعدة وقفل الباب علي ساعات بعد الإشعاب يبقى لازم أحط الكريمات وحاجات مندي أنا كنت أخش أخلص حاجتي وبتاع أقول للأولادي عايزين حاجة يقول لي لا أخش الأوضة أعود في القوضة مخنوقة طب أعود لوحدي لا بقيت أطلع حاجات دي وأنا مستنيها مثلا دوري في المشتشفى المهات بيعدي ببطء أو أيها صح بقيت أجيب خيط وأعود أشتغل تمشي بشنطة الخيط شنطة حباكة خيط صغير أعمل إيش الله لكلوك أعمل شرب بيبي أي حاجة مهم إيدك تفضل شغالة أه مافتكرش أي حاجة وقت تانية شافوني زماني المرضى طب وريني مش عارف إيه بقيت أوريهم طب وريني طيب بدأ موريني أوريني أنا كمان يعني أخلي حدرتك قاعدة مستريحة أنا بس عايزة أوري المشاهدين نموذج من النماذج أولا رمضان قرب بقى خلاص فاضل شهرين إن شاء الله آدي الفوانيس كل سنة وإنتوا طيبين يا رب ويجيلكوا بالصحة والسعادة فوانيس شكل مختلف فوانيس تلمع في الضلمة يعني يا دوب بس كده لمبة تتحط جواها لد وتبقى توحفة طبعا تسلم إيديكي وعليكي حاجات تجن الأفكار الحلوة دي هل أنت بقى الأول تمنيني على صحتك لا الحمد لله تدقي إن ده ممكن يكون سبب من الأسباب بتاع قدرة ربنا في كل شيء لكن إنك إنتي ما تفضليش حتى المرض في مخك وإنك تشغلي إيدك وتبتكري وتحلامي وتأملي حاجات شكلها جميل ممكن يكون هو ده سر الشخص آه وبعدين كمان إن أنا ناس تانية عادة تتعني بقى بفرحانة بنزل علمهم في جمعيات طبع برضو فيه مرضى وفيه سلام بعلم هنا وهنا إن حد يبقى فرحان يقول لي أنا عملت حاجة لولادي فيه ناس كده حتشتغل آه وهم في البيت طيب دي دي بقى أسرار المهنة إنتي بقى بتعملي الحاجات الحلوة دي يعني ده إنتي بتستخدمي إيه خيط خيط وخرز بس خيط وخرز مش أسلاك ولا بلاستيك لأ ده خيط وخرز الكريستال زي الأرنب والفنوس ده وير زي فتلة بس حديد معدن شوية عشان الإزاز تبدأ مسكة نفسها والإزاز كمان ما يطحهاش أوكي بس البلاستيك بلاستيك ليه بقى اخترتي الخرز يعني زي ما حضرتك قلت إنتي بتشتغلي كروشي وبتشتغلي بحاجات يدوية وكل حاجة ليه بقى ركزتي قوي في الخرز المركز هنا هي أنا بس ده لقيته إيه سهل الكروشي عايز تدرسي وتعدي وتعدي ده برضو لازم تعدي بس أسهل من الكروشي وسهل إن هو يتعامل ويطلع منتج أكتر من الكروشي الكروشي عايز دقة أكتر في عدد أكتر وده برضو بيبقى عايز بس الكروشي بيبقى حباله طويلة حباله طويلة دي إيه أنت عامل حاجة للعرايس دي صانية شابكة صانية شابكة أه تحط عليها الشابكة وتتقدم في الأفرح والخطوبات واسم العريس والعروس أول حرفين منه الله جميلة طيب وإنتي بقى بتعندك صفحة على السوشيال ميديا بتسوّق حاجتك أنا عملتش غضاتي بس إيه دي إيه دي زي هالصالة بإفل أو علبة تحط على التسريحة زي ما هي عايزة تحط فيها الجوليري تحط فيها الأكساسريز وبعدين مش في فانوس بس يعني مادليات تقطيق بومبريرة وكل حاجة هل أنت بقى علمتي نفسك بنفسك وخصوصا يعني الحاجات صعبة على فكرة مش سهلة يعني الفانوس ده عادت في قد إيه يعني الفانوس ده عادت فيه أسبوع أو أسبوعين على الحسب ما أنا أقعد أشتغل بتحطي التصميم الأول ولا بتمشي بإيدك على طول بس ساعات أحط التصميم الأول وساعات أشوف حاجة أخذ بالي وعملها وخش عن نت وخش على حاجات دي واشوف آه يعني بتدخلي على يوتيوب أو بنتراست بس أهم حاجة اللي يخش لازم بقع عارف المبادئ وبدور على إيه آه طب ما تقول لنا إيه المبادئ يعني الغرزة الربعية الخماسية طب ما عرفت الربع هو ده بغرز آه هي اسمها غرزة أو طب ما عرفتنا الخرز إزاي بتعامل رباعي وخماسي وسداتي هتعمل لي كل حاجة آه ده لون تكنيك يعني مش أنت ماسكة إبرة وخيط لا 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 هو مغير إبرة هو خيط بس خيط بس خيط وبلضمه واشتغل بس في حتة بزود رباعي في حتة بعملها خماسي في حتة بدخل ألوان أوكي ده تكنيك يعني بتلاقي بقى الحاجات دي بسهولة يعني أنا قبل ما نطلع لها بس عالتك بتجيبي الخرز الجميل والكريستالات الخرز منين؟ من حارة اليهود والموسكي متوفرة وموجودة والأسهار والأسهار حلوة اعتبر حلوة أوكي وليه بقى الإقبال بتاع الناس يعني إحنا بنحب الحاجات دي كل واحد فينا بيبقى له حاجات من الحاجات اللي بيحبها دي موجودة في بيته أخبار الإقبال إيه على المنتجات دي؟ حلو يعني فيه ناس بيحب الحاجات دي بيزاد في رمضان فيه بعيز علبة مناديلة العربية حاجات من دي حلو بعين بتعيش طبعا أنت يعني موظفة مشغولات في الشؤون الاجتماعية من 25 سنة 26 سنة عايزك تقوليلي يعني إيه؟ يعني إيه إيه سر الوظيفة دي وأنت بتعملي إيه جوه في وزارة التضام أنا كرائدة حضرية شغال كرائدة حضرية فيين بقى؟ طبعا التضامن طبعا التضامن بس هي خدمة تطوعية يعني أنا ما تطوعها بشتغل تنظيم أسرة وبشتغل طوعية صحية وطوعية دينية وبنعمل ندوات وبنعلم وبنعلم الحاجات دي للنسيدات بأجر رمزي يعني عشرة جنيه في الشهر مش فلوس وبيقبلوا عليها باياها دمسما؟ طبعا الوزارة مش كده؟ معايا ناس مسنين بس كنا بنعمل لهم معرض ديارنا كان بيفرج عليهم شوية كان بيعرضوا حاجتهم السنة فاتت طبعا ما تعملش عشان كورونا كلنا في ظروف صعبة بأخذ حاجتهم بقى البنات والناس وبعرض لهم ساعات سبحان الله يعني بيجي الحاجات دي أشوف مثلا حد بيشوفني مسكة الشغل والحاجة أجيلي شغلي من مصانع بقى وما ديها ناس شغل وفي بيوتهم هم معاديين يشتغلوا لي الشغل مثلا كورو حاجة حاجة زي كده ووضيهم أنا يبقى مثلا الوسيط بينهم جميل طيب وليه الأفكار بقى بتجيلك منين يا مدام سبح يعني أنا شايفة على الترابيزة قدامي بوجي وطم بوجي وطم طم وبكار وبكار أفكار بقى دي بتجيلك منين يعني بتدوري مثلا على الإنترنت بيبقى التصميم ونحنا بنشتغل عليه اوكي في حد ممكن يطلب منك تصميم معين عايزه بيبقى مثلا أسامي مثلا فانوسو علي اسمه علبة مناديل وعلي اسمه فيه من مقلمة مثلا تريد أن تكتب الحرف بتاعها اسم الولد عن مقلمة بعمل هالو اوكي انت عارفة في دول كتير منهم الصين يعني زي ما التجربة اللي قلتها لنا دي دلوقتي اللي هي الناس قاعدين في بيوتهم عادي خالص وحد بيلم منهم المنتجات بتاعتها بتاعتهم ويعرضها هل نقدر نقول أن الستات في مصر بدأ يبقى عندها الاتجاه ده اه وشفتي ده ايه ستات يعني عندي ناس اللي ما بيتطلب مني حاجة طبعا مش هقدر عمل كل حاجة طبعا في زماية اللي بقى معارفين اللي بيتعمل بكار دي يعني ده مش شغلة شغلة واحدة مريضة برضو ربنا شفيها امين يا رب هي أعلمتها وهي اللي عاملت البكار وبجو وطمطم وبعدين حاجتنا كمان حلوة إن الفانوس ده ما بيكسرش اه ده مهن ما عملت إلا لو جوة لمبة خلي بالكو يعني ترمي تعمليها هو بلاستيك عندي بتاع أولاد أخويا بقالوا سنين اللي كله بغيره بس الجهاز ممكن او الحجرة بتاعت الجهاز بس بعيش عن الصيني طبعا وحتى ما بيتوسخش ولا لونه بيروه شوية مية ولا صفد وتطلعي وحطيه زي الفن عايزة أسأل سؤال يعني بما أننا منتكلم على مرض السرطان وزي ما حضرتك قلت لي برضو معاكي ناس تانية بس مرض السرطان وبيشتغلوا معاكي ما فكرتوش إنكوا تعملوا يعني صفحة إن عايزة أشتري من مرض السرطان علشان يقدروا يكملوا يعني تبقى بروحين يعني روح خيرية وروح في نفس الوقت جمالية لأن ده فهم رائع أنا عملنا مبادرة محاربات هند بيد حلوة الإسم ودخلنا فيه بس كنا كذا وحاجة مش أنا بس يعني أكروباج واكسسورات وديكوباج اللي هو الرسم معايا كذا واحدة وبدو مدامنا هي مدامنا هي لصحبة ودخلنا معرض طرسنا السنة اللي فاتت آآ ظلم طرسنا كان رائع آآ يعني كان قده فرصة للستات كتير يعرضنا فيه دون مكان الصراحة عطرسنا وعرضنا فيه كل واحدة كل واحدة لها وهواية بتعملها وتعرض فيها طبعا الأفكار بقى بتجيب أفكار بما أنك عملتي فانوس تقدري تعملي ناجفة صغيرة و تقدري تعملي أباجورة طويلة في الليفينج روم كده تبقى شكلها حلو أكتر حاجة حاسة أنها ماشية معاكو أو بتطلب أكتر سوقها مطلوب إيه؟ الفوانيس و المقلمات آآ المدليات جميلة أهي أنا عايزاكو تتفرجوا تتفرجوا على الحاجات يعني مثلا دي غرزة بقى ربعية خماسية دي ربعية بس بنشكل بقى إمتى نعملها ربعية مع سلسية دي سلسية يعني هل سهل أن أنا أتعلم حاجة زي كده ولا ولا محتاجة أيها من نبدأ الأول في حاجات بسيطة وبعد كده بعلم في حاجات كبيرة أوكي يعني البسيط بالنسبة لك دوت أو القلب اللي هو البنبة أو الأحمر أوكي دول دول والفنوس الصغير دوت وولادك بيساعدوك آآ أنا معي ابني معلماء هو العامل الأرنب وهو العامل الفنوس اللي بينول الأحمر هو اللي كان معنا هو اللي مدخل الحاجات آآ آآ ده هو شاب في الجامعة زي أنا شايفين آآ أقول جامعة لسه ودي ممكن تبقى حرفته أصلا احنا محتاجين الحرف دي في مصر هو ساعدني كتير يعني لما كنت تعبانة صراحة ما بكتش بشتغل جامد وبالذات الكريستالات وطبع عايزة واير ما لازم أشد وانا عشان شايلة الغضة دوالحاجات ما أنا يدي ما مفعش أشد جامد قوي في بيها ما هو اللي كان بيعمل شغل الواير كله وشغل الكريستالات هو اللي بيشتغله آآ يعني وليلي كده بقى بيني وبينك هل تحبي ان هو اسمه ايه محمود محمود هل تحبي ان محمود يطلع بيعمل الحاجات دي يحترفها يعني ولا ما لا وهو كمان بيحبها آآ هو حبيبها كمان ده هو عايز محمود هو بنرس الحاجة قبل الفقرة عايز يطلع علينا كل الحاجات يحطها يعني قدامنا واضح ان هو يعني حاسة كده فيه بفخر باللي انت بتحمليه ما اي عمل تتعمليه ترام انت يعني عمل كويس وتفرح بيه وتدي له يعني اهتمام هيبقى عمل كويس محدش يتكسف منه آآ وليلي بقى الحاجات دي متوفرة دايما لما بتنزلي آآ الحاجات في الموسكي بتلاقيها آآ نوعيات وهل في متناول اليد تمنها آآ يعني كيلو بستين جنيه وفيه كيلو بخمسين جنيه ده يكسبك آآ والمحؤون اللي هو مستورد كيلو بمية جنيه بس يعمل حاجات كتير آآ ايه زي ايه المحؤون زي البومبرينة ديت دي ده ايه ده بابا نويل ده المصري ده المصري آآ والله حلو يعني مشكله جميل آآ المحؤون زي ايه بقى زي دوت ده ده محؤون آآ ده بيبقى جواه زي سيليكن أو حاجة ولا بيقى بلاستيك آآ هي الخارجة بتلمع كريستالية كده آآ زي كريستالية آآ أوكي طيب وليلي بقى هل يعني تمرين المحاربات اللي انت بتتبنيهم في الشغل كلهم محاربات سرطان ولا لأ لأ في محاربات وفي آآ عاديين في الجامعية اللي انا تابعش قوني بقى تعلمهم عاديين أوكي معايا أطفال من سنة عشرة نشر سنة بيجولي جميل آآ حتى الأطفال يا جماعة لما يتعلموا آآ شغل الخارز يبقى عندهم سنس فني كده هو مش سهل قوي زي ما احنا شايفينه هو صعب ومحتاج تدريب ومحتاج تدريس آآ ان هم يتعلموه آآ الحقيقة انا بشكرك مجهود رائع ودروقتي بقى عايز اتطمن عليك انت كويسة كله طبعا اللي لا نعمة زي الفل زي الفل زي الفل الحمد لله يا رب آآ انا بقى هعملك بقى دعاية مشغولات رائعة آآ محاربات السرطان احنا كلنا في ظهرهم آآ فن جميل جدا كفاية انك تعمل حاجة بيدك او تعملي حاجة بيدك آآ وتحسي ان مجهودك ده الناس عايزة تقتنيه في بيتها وفي نفس الوقت آآ ده احنا بالنسبة ان احنا في ظهر مريضات السرطان وحتى للعايز يفتح بيزنس خاص بيه في البيت الاشغال اليدوية دخل ثابت لكل الستات آآ بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا النهاردة في ستة الستات ودايما تنورينا كل ما تعملي شوية كده حاجات تجينا نعملك دعاية عليها ان شاء الله بشكرك شكرا جزيلا وفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكو ستة الستات خليكم معنا